مرحبا بكم بالسويدية في الدقيقة على قناة المعرفة بالعربية على اليوتيوب و على الفيسبوك اليوم بدنا نشوف كيف نقدر نعمل امتحان الأسفي كوش C امتحان C هلا هذا اللي بدنا يرفعنا لد فمستوى المتطلب هون منه نحن نعرفه هو على القليلة انه نقدر نفهم لنصرنا متفاهمين باللغة صرنا نعرف كيف نحكي باللغة شوي نحن نعرف نقرأ نصوص سهلة صار فينا نحبر شوي صغيرة عن ما نريدنا و مطالبنا فهلا لازم نرى لازم يكون نحن فهمانين على المزبوطة ما نريدنا فالانتحان اللي سيأتيكم هو سيأتي على أربع أقسام طبعا الأسي أو الأستاذ سيكون قايلكم هذا الحكي هو بيأتي كتابي سماعي وقراءة وكمان كلامي لما يبدو يعد معكم لازم يحكي معكم فبما أنه الامتحانات هي مقسمة على أربع أقسام فكل واحد سيكون له متطلبات مختلفة بصراحة بس أنا عمل سلسلات أديمة أنا عندي على المحطة المعرفة على اليوتيوب أعمل سلسلات أديمة تشرح كل شي قواعد بالسويدية من الصفر لنهاية الأسفي ونهاية الجروند كمان ففي سلسلة القواعد الكاملة السويدية موجودة على محطة المعرفة على اليوتيوب لو أنا بردقاني هيك ستشوفوا شكلها فيكم تروح إلى هناك وفيكم التابع أظن الرابط سيكون موجود بالتعليق وكمان في عندي سلسلة كاملة لكتابة المعرفة على محطة المعرفة فإذا شفتوا هذه السلسلة لكتابة المعرفة إذا شفتوا أول فيديو وثاني واحد وتقريبا خامس واحد يعني يعتبروا أفضل فيديوهات لا وكمان رابع واحد هنا يعتبروا الأفضل فيديوهات للكم هلا بدون نطلعوا عن ذلك هذين كما شفتوا هل تقدروا تنجحوا بقسم الامتحان الأسفي الكوشيسي الكتابي بس هل تقدروا مثلا تنجحوا بالمثلا الكلام فهذا اللي بيعتبر على مجهودكم الشخصي أنتوا قديش متدربين مع حالكم اللغة وإذا كنت تنجحوا بالسماعي فهي كمان بتعتمد على على أنتوا قديش بتسمعوا السويدي بس أنا هلا اللي بدي وارجيكم يا أنه فيكم تربحوا أكبر قدر علامات ممكن عن طريق مشاهدتي على اليوتيوب هي مشاهدة السلسلة لكتابة المواضية لكي تنجحوا بالكتابة وهلا اللي بدي وارجيكم يا هو هو الامتحان القراءة الاسفشتو والسا يسموه امتحان القراءة هو بيأتي وفيه عدة أسئلة أنا هلا اللي بدي وارجيكم كيف النمط اللي بيأتي فيه وإذا حسيتوا أن هذا الشيء اللي اجي عليكم مثلا كثير سهل فمعناته أنتم مستواكم كثير منيح إذا حسيتوا وأنه قليلا صعب في كلمات ما بتعرفوها فتدربوا أكثر يمكنكم تدربوا عن طريق تشوفوا سلسلة القواعد ما فيه عداد معين لأعطيكم الشيء اللي دروس لازم تشوفوا بس بل شو من الواحد وكلما استفدتوا وحسيتوا في الشغلات ما بتعرفوها فتكملوا للأخير ف لنفترض هلأ شفتوا سلسلات وشفتوا سلسلة كتابة المواضية والقواعد هلأ نجي نشوف الامتحان كيف شغل فخلينا نبلش يأتي هنا عدة أسئلة ومفهوم منكم أنكم تقدروا تفهموا الشيء اللي موجود بالامتحان اللي تقدروا تكتبوه وتجاوبوا عنه هنا معظمون وبكل أحيان سيكون امتحان القراءة سيكون أنه تكون تختاروا وهو امتحان اختياري تكون تختاروا من الأجوبة الصحيحة ف ونادرا ما يطلبونكم أنكم تكتبوه شغلات كثيرة نادرا كثير فهو يعتبر امتحان كثير من أحيان تجيبوا علامات فيه خلينا نبلش بأول سؤال والأول سؤال بيقول لاس ميديلاندت اقروا الرسالة خلينا الرسالة سوا لح تجينا النص رسالة هيك وبدأ نجاوب على أسئلة تحت أسئلة عدة خيارات فخلينا نقرى النص بالأول ولا تنسوا فيكن توقفوا الفيديو إذا تكون تقروا النص على راحتكم أو تكتبوه أو شيء فما في مشكلة فيكن تعملوها إذا توقفوا الفيديو فهلأ خليني بالأول نحكيه بعدين نترجمه غمورون جاك أجل يجب أن أحيح وقفت تخش في حيش جاكيه بعدينين سوا أحيح المنين يكتبون لك أحيح المنين أحيح المنين أحيح أن أحيح الأسائل أحيح أخذونهم أحيح أن يصلك أحيح أحيح على أحيح أحيح الأصائل مفين لقى هلسني عروساً كاتبين دين جرانة ما الذي حدث هنا؟ ما الذي حدث هنا هو أنه حدث مثل في رسالة أحد كاتبه لواحد تساكن معه بنفس المبنى ويقول له أنه صاحب المبنى يأتي ويفوت عندك على البيت دون ما أنت تنتبه وأنه أنا كان يصير معي نفس الشيء خلية نترجم حرف حرف مرحبا صباح الخير جاك أنا بعيش في هذا المبنى وأنا مؤخراً 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 اكتشفت اكتشفت أدين هيرزفارد أنه صاحب البناية أو صاحب الشقة يأتي في إيدن لغنهيت عم يفوت لشقتك نردو إنت أرهمة لما أنت مالك بالبيت بعدين هلأون عم يقولوا كان شيئاً ميت إيران ده أت برطة لدي وأنا عم يحكي مثل أنه أنا مو خصوصي مو من خصوصي إني إتدخل أو إلك هذا الشيء كان شيئاً ميت إيران ده هي مو مخصوصياتي أو من حالاتي إني أنا إلك هذا الشيء أت برطة لدي ولكن من؟ هيرزفارد بروكة ديورة دي سامة صاحب العمارة كان يعمل نفس الشيء تيلس يو أفشلو يدي هنم لحتى أنا كشفته إن جونج نرى تيدت كمهم أفشل من أبان خوكة مرة من المرات لما أنا أجيت بكير تيدت أجيت على البيت كمهم أفشل لأن أولادي كانوا مريضين من أبان خوكة فهن لحنا فهمنا أنه أقول أنه أنا آسف مثل أني آسف أتدخل بخصوصياتك لأنه لا يمكن أن تتحدث لك هذا الشيء صاحب العمارة كان يعمل نفس الشيء معي لحتى أنا اكتشفته مرة لما أجيت على البيت بكير لأن أولادي كانوا مريضين أنا بنصحك أنا بنصحك أنا بنصحك أنك تتحدث معه في أقرب وقت ممكن مثل مثل عدد مدفين لقاء هلسنيار مع تحيات طيبة دين جراني جارك فهلا فهمنا النص ف فإذا وجدتوا كلمات صعبة فترجموها مثل ما ترجمت لكم إياها وروا مرة ثانية كل ما كان صعب عليكم كل ما كان أحسن بصراحة تستفيدوا أكتر الآن خلينا نرى الأسئلة سؤال رقم A من كتب الرسالة؟ هل كتبها هيرسفيردن صاحب الشقة غرانن الجر أم جاك الجاك اللي شفنا اسمه فمن اللي كتب الرسالة؟ مثل ما نعرف أنه اللي بده يوقع الرسالة بيوقع الرسالة بآخرة بيقول مثلا 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 واحدة بتكتب مثلا الحبيبة بتقول مثلا حبيبتك أو مثلا جارك بيقول مثل هون دين جراني جارك مع التحيات طيبة جارك مادفين لقى هيلسنيار دين جراني معناته هون الجار اللي كاتبه لأنه هو كمان آيل جود مور رون جاك صباح الخير جاك وهو عم يحكي عن الهيرسفيرد اللي هو رئيس العمارة يعني هيرسفيرد يعني رئيس العمارة أو رئيس الأجار فأكيد هو لحكون نجار اللي عم يعمل هاد الشي ففينا نحط إنه الهيرسفيرد هي الصح قلنا بس حطه بالأحمر ماشي السؤال الثاني نار ابتكتة سندرين أت هيرسفيردين كوميرين أو تنلوغ أم تكتشف المبعث أو المرسل إنه صاحب الشقة أو صاحب العقد عم يجي عم يفوت على الشقة أوتان لوف بدون ما يخبر إنه هيك بيقولوا أوتان لوف بدون تخبير فأمتى هو يكتشف هذا الشيء؟ نار لازم نركز على الأن نار الجواب المحتمل الأول فورنوغردوغر سيدان من عدة أيام سابقا شهر مستقا ونوغردروغ سيدان否 مavam آآ فم أي واحدة منهم سيكون الصح سنعود لفوق ونرى الجواب عندما ترى الجواب أنا أعيش بهذا المبنى مؤخرا دعني أضعه بالأحمر مؤخرا هي صفة أو أدرب حال وتعني مؤخرا وهي هون عم تحكي أنه مؤخرا مع هذا الشي صار من عدة أيام ليس من عدة شهر أو من عدة سنين فهي هون الكلمة التي تعطينا الحل فمعناتها يجب أن نقول فرنوغرا داقر سيدان من عدة أيام السؤال الثالث كيف المشكلة كيف المشكلة ستنحل بالنسبة للمبعث يعني ما هو الحل الذي عنده المرسل للرسالة ما هو الحل الجواب المحتمل الأول أنه جاك فورستان نهمة جاك أنه فيه يضل بالبيت جاك مستبراطو مدهيرس فردن جاك لازم يحكي مع صاحب الشقة أو صاحب العقار جاك كان أوف شلوية هونم جاك فيه يكشفه فا أول واحد والثالث واحد ما فيهم يعني مثل إحساس مثل كأنه خربط أجعين فا الجواب هو نصاني أنه جاك لازم يحكي مع الرب العقار لحتى يحل المشكلة ليش؟ لأنه قال له يا هون قال له يا قروت دردي أتبراطمد هونم سومسنات سمويلت أنا بنصحك أنك تحكي معه في أقربة ممكن فا كيف المشكلة ستنحل باعتقاد المرسل أنه يجب أن يحكي مع صاحب العقار فهيك أنواع الأسئلة التي تأتي أنتم ممكن تفكروها كثير سهلة وممكن تفكروها كثير صعبة منكم بس كيف ما فكرتوها يجب أن تركزوا أنه أصحطوا وقعوا بالفخ أحيانا تأتي السهلة ولكن يكون هناك فخ أنا قلتها بامتحان الأسف أحيانا يضعوا فخها بأسئلة أبدا ما في جوابين صح لازم تتأكدوا من هذه الشي ما في جوابين صح أبدا دائما في جواب واحد مطلق هو المطلق لجواب الصح فأحيانا بيكون هناك أسئلة تفخة لازم دائما تقروا النص تماما تكونوا فهمينه قروا أكثر من مرتين بالامتحان بعدين جاوبوا خينا نروح للسؤال الثاني وعلى فكرة إذا لم تفهمتوا أول سؤال كنت رجعوا تعيدوا عليه رجعوا بالفيديو لو أرزبتكم السؤال الثاني بيجي هيك ماذا يريد الشخص أن يرسل أو بهذه الحالة ماذا يعني الشخص هلأ هون شلية شاي جاي موبايلين عننا وكل واحد فيهو مسج وبنا نفهم إنه المسج شو معناتها فالمسجاتهم بالأحيان بيحطو لكم إياها صعبة وبالعامية مكتوبة لأنه يشوفوكن إنه إذا جدتكم مسج من حدا بتعرفوه بالسوالي فهلأ هل تفهموا شو الوضع بشكل عام حتى لو ما فهمتوا بالضبط التفاصيل بس فهمتوا بشكل عام شو اللي عم يصير خلينا نشوف أول موبايل شو عم يحكي أول رسالي هاي فسن أر انستلد من دو فور کما وكفكا إي ألا فال ده جايد هاي فسن أر انستلد من دو فور کما وكفكا إي ألا فال مرحبا أو هاي إر الحفلي التغت انستلد فسن أر انستلد الحفلي مولغية ولكن من دو فور كما انت فيك تجي أو كفكا وتشرب قهوة إي ألا فال في كل الأحوال يعني هون الزرمي عم يقول انه الحفلة التغت بس انت فيك تجي وتشرب قهوة لذا بدك في كل الأحوال فا شو اللي عم يصير هون هل هو المرسل عم يعتذر بي أم الشكت بي أم الشكت يعني عم يعتذر هل هو عم يعمل بستما موتا يعني عم يحدد موعد أو لقاء هل هو عم يعمل أو بستلا موتا يلغي موعد مسبق أم هل هو بي أم هيرب هو عم يطلب مساعدة فهون نحن مثل عم نشوف انه عم يخبر انه الحفلة التغت إنستلد يعني الملغية فأكيد معناته هي هون اللي عم يعمله انه هو عم يلغي موعد أو بستلا موتا فهذا الجواب الصح خلينا نشوف الرسالة التاني كيف مسلا ممكن يجي هون الرسالة عم تقول فيفل بومي ندي ادو هار انتيد هوسوس يمرون كلوكان اوطة مرة تانية فيفل بومي ندي ادو هار انتيد هوسوس يمرون كلوكان اوطة نريد أن نذكرك أنه أنت عندك موعد غدا يمرون الساعة 8 نريد أن نذكرك أنه بكرة عندك موعد عنا الساعة 8